في اليوم الثاني من حظر التجول في السعودية التزام تام بالأمر الملكي الذي يفرض حظر التجول الجزئي من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا هنا في منطقة القصيم وعلى طريق الملك عبد العزيز الشريان الرئيسي لمدينة بريدة الذي كان سابقا يكتض بالمركبات لكن الآن يكاد خاليا من أي مركبة بعد ساعات الحظر وهنا أحد الشوارع الحيوية في المنطقة خالية تماما مع وجود رجال الأمن لضمان تطبيق قرار حظر التجول ومعاقبة المخالفين يأتي قرار حظر التجوال ضمن حزمة قرارات اتخذتها السعودية للحفاظ على المواطنين والمقيمين على أرضها أحمد العثمان MBC القصيم